جزاكم الله خير وأحسن إليكم نعود في هذه الحلقة إلى رسالة مجتمع يقول أنا مين من إحدى الدول العربية عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء النظم وفي هذا اللقاء يسألوا فضلتكم شخصان فيقول ما حكم الاختلاق في مناسبة الأعراس عن نساء والرجال وبعض الناس يلقصون والنبس قصير فتونا مأجورين جزاكم الله خير الاختلاق بين الرجال والنساء في الأعراس وفي غيرها أمر محرم ومنكر ظاهر لما في ذلك من الفتنة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير النساء وإبعادهن عن الرجال في الصلاة إذا كنا يصلين مع المسلمين في المساجد قال صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الرجال وصلت امرأة خلفهم وحدها خلف الصف فإذا كان هذا في مجال العبادة وفي أمكنة العبادة التي هي موطن العبادة ومظنة الخوف من الله عز وجل فكيف بمواطن اللعب ومواطن الضياع والحفلات الأمر في هذا أشهر لا يجوز اختلاط الرجال مع النساء لا في الحفلات في الأعراس وفي غيرها ولا في المكاتب ولا في الأسواق ولا في غير ذلك فلتكون النساء منعزلات عن الرجال تماما من أجل الابتعاد عن أسباب الفتنة وأما ما ذكرت من الرقص فالرجال لا يجوز لهم الرقص حتى ولو كانوا وحدهم بمناسبة الزواج وإنما هذا خاص بالنساء والنساء يرقصنا في مكان لا يراهن الرجال في مكان خاص بالنساء ويكوننا متسطرات أيضا لا يلبسنا القصير الذي تبدو منه أجسامهن أو محال الفتنة من أجسامهن حتى ولا بين النساء عليها أن تلبس لباسا محتشما ولباسا ساترا إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء في الرجلين والكفين والوجه والشعر هذا شعر الرأس فهذا يجوز كشفه عند النساء وعند المحارم من الرجال أما ما عدا ذلك فيجب سترك في الأعراس وفي غيرها نعم شكرا